هل ترى أن مسألة تضخيم الخصم أو تضخيم العدو يعني إسرائيل تضخم من مسألة الأنفاق وخطورتها وشبكة الأنفاق يعني هل أنت برأيك هي تشبه مسألة عندما ضخموا الحرس الجمهوري في العراق والحرس الجمهوري وبعدها لم يأخذ الأمر سبوعين فقط بالضبط هي أيضا جزء من شيطنة حماس يعني هي من البداية عندما نتنياهو علن أن حماس إرهابية تساوي داعش لأن قامت بنفس العمل اللي قامت به القاعدة بداية سبتمبر في نيويورك إذن يجب أن نعمل على تشكيل تحالف دولي إجا الرئيس الأمريكي أيد الفكرة إجا الرئيس الفرنسي قبل يومين أيد الفكرة لكن يبقى الخطاب الفرنسي مختلف عن الخطاب الأمريكي يعني يحاول يوازن من حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيرة دولة مستقلة إلى آخره وأيضا دولة ذات سيادة واحترام الفلسطينيين للسيادة الإسرائيلية على أراضيها فالموضوع إذن نعم هي شيطنة حماس من أجل تبرير الهجوم يعني اليوم تقرير بالميدل إيست عن التفكير الإسرائيلي تجاه الأنفاق الآن هناك فكرة هو يقول بالتقرير لكن يقول لم أستطع أن أحصل على توثيق أو تأييد لهذه المعلومات في التقرير يقول أنه سيتم قصف هذه الأنفاق بأسلحة كيميائية وأسلحة سامة مخدرة غير تقليدية أسلحة غير تقليدية مخدرة بمعنى يتخدر أي شخص ما يموت يتخدر من 6 ساعات إلى 12 ساعة إذن عندما تخدر البشر لح تشتاح هذه الأنفاق وتكون بالعملية التي تريدها سواء لا سمع الله القتل والإبادة أو الاعتقالات وهذه القوات حماس أو الضباط أو الجيش أو المقاتلين الموجودين في الأنفاق وبالتالي أنت من تقضي على حماس والذي هو هذا الهدف الاستراتيجي الإسرائيل قضاء على القدرات الأسكرية قضاء على حماس قضاء على قيادات هم بالنسبة لهم نحو استراتيجية لا يوجد شيء اسمه حماس بالمستقبل لكن سيكون هناك بديل لسلطة يعني تتعايش مع الوضع مع إسرائيل تتوافق سلطلات تستهدف الذهاب إلى خيارات عسكرية مسلحة للمواجهة مع إسرائيل كجهاديين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر